بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أعظم بناء ممكن تبنيه هو بناء الإنسان طبعاً ليه؟ لأن البناء ده اللي بنا أصلاً الرحمن سبحانه وتعالى و جعل البناء ده في أحسن صورة كنا بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نبني على الأصول اللي بناها مولانا سبحانه وتعالى و نحافظ على الإنسان على كيانه في وضعه الصحيح هو ده أعظم حاجة ممكن يعملها للإنسان و لذلك دايماً أي أمة بتنهض و أي حالة من حالات التقدم والرقي بيكون للناس اللي بيبنوا الإنسان و لذلك لما تشوف الأمة بتهتم بالمعلمين و كمان بتهتم بالأباء والأمهات اعرف أن الأمة دي عطانها تتقدم و عشان كده احنا مصرين أن احنا ندعم كل حد بيربي و عشان كده حلقات يلا نبني بنبقى مصرين فيها أن احنا ندعم أي حد بيبني الإنسان ساعات بنتكلم عن أشياء بتعمل مخاوف لأهلنا في البيوت و كمان للمربين زي ما نتكلم النهاردة فيه كلمات بتبقى مزعجة لما بنسمعها من أولادنا زي كلمة إشمعنا كلمة إشمعنا عندنا بتخلي الإنسان يحس أن ابنه عنده حالة من حالات إما المظلومية أو حالة من حالات أنه حاسس أنه فيه وضع مش طبيعي فبتقلقنا على مستقبل أولادنا مش بس بتخلينا قلقانين على حياته الحاضرة لكن قلقانين على طريق التفكير ومنهج تفكيره لما يقول إشمعنا يا ماما بتجيبي لأخويا اللي عايزه وأنا لأ إشمعنا بتزعقيلي على طول وهي ما بتزعقيليهاش هي بقى تطلع أخته هي تطلع أختها أي حاجة ونبدأ بقى نقلق لما تكتر الكلمة دي إشمعنا إشمعنا كلمة مش كلمة سطحية لكن كلمة وراها حكاية حكاية بتقول إيه أن أولادنا حسين بالغيرة الكلام اللي عن التكلمه النهاردة إزاي نتعامل مع إحساس أولادنا بالغيرة بالغيرة من الآخرين الغيرة دايماً بتتبني على فلسفة شنيعة اسمها فلسفة مقارنة اللي هتخلي الإنسان احتمالية الرضع عنده ضعيفة واحتمالية إنه يعيش واثق من نفسه أضعف واحتمالية إنه يكون إنسان متزن أضعف وأضعف في أحوال مشهورة بيبان فيها شعور غيرة وبيكون شعور طبيعي زي لما الأسرة بتستقبل طفل جديد ده طبيعي إن بيحصل ده فالبنت أو الإبن يغيروا ويحسوا إن بابا وماما ما عادوش بيحبوهم زي الأول والحب كله بقى للطفل الجديد طبعاً المظاهر اللي قدام الطفل الطفل بيشوف وبيركز لكن لو إن الطفل ده اتاخد مع الأب والأم ومارس الاهتمام ده بيحس إن الطفل ده جاي لنا كلنا مش جاي لبابا وماما ويكون على حسابي نعم بتزيد غيرة لما يكون الأب والأم ما يكونوش متأهلين بالطريقة الكافية إزاي يتعاملوا مع أولادهم لما الطفل الجديد يكون جاي لكن لو شفتوا كده لما يكونوا مؤهلين بيبقى الطفل الجديد فرحة للكل وكلنا بنبقى عايشين به وساعات الأولاد بيطلبوا من أباء والأمهات لما يحسوا بهذه المسألة بابا وماما أنا عايز أخي سغنة ألعب بيه ساعاتي أولا ألعب بيه أو ألعب معاه في كلا الحالتين إحنا مطمئنين إن الطفل ده مش هيبقى عنده غيرة بس إحنا برضو لازم ندعم الشعور الإيجابي اللي عنده إنه هو محتاج لأليف أو أنيس لكن التأهيل لدورهم التأهيل لأب والأم دورهم لما ييجي طفل جديد هو إنه هو هيكون الأخ الراعي باعتبار إنه هو الأخ الأكبر أو الأخت الراعية الحناينة وكل ما بنطمنهم بأهمية وجودهم في حياتنا أهمية وجود ابننا اللي إحنا حاسين إنه رايح ناحية الغيرة ونبايل لهم قد إيه إحنا محتاجين لهم آه دي حاجة بنغفل عليها كلنا إحنا بنتشطر إنه إحنا نحسس أولادنا إن حياتهم من غيرنا ولا ليها لازمة إحنا دايما لازم نحسس أولادنا إنه ما لهم دور في حياتنا أو الله الأولاد لما ما تقولش الكلام ده حسسولهم هما لما يكبروا لازم إنه هو صغيرين تحسس أولادك إنه ليه دور وليه أهمية في حياتك وإن كل فرد في الأسرة مهم زي الفرد التاني فيه فرد صنع صنع حلاوة وجمال وحركة وحياة البنوة زي ما فيه حد عمل دفء الأبوة أو دفء الأمومة وساعتها هيبقى سهلة عليهم يفهموا إزاي ممكن نفهمهم المعاني الرقية اللي موجودة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن والمؤمن كالبنيان يشدوا بعضوه بعضا ساعتها نقدر نفهمهم إن البيت ده بناء كل واحد فينا جزء منه هيبقى سهلة عليهم يفهموا لما يكبروا إن وجود الآخر مش بيهددوا أبداً ده وجود الآخر بيكمل وجوده وبيسعده وبيوسع عليه أفاق حياته وبيوسع عليه كمان الفرص اللي موجودة في حياته زي ما هو كان طفل وكان عنده فرصة إنه هيدلع بقى عنده فرصة إنه كمان يبقى شخص محل تقدير ومحل ثقة من الأب والأم إزاي أحسس ابني بده فيبقى سهل على الأولاد إنهم يتربوا على التعاون والاندماج مع الناس مش على الصراع والتنافس فالولد مثلاً يحس إن الأخوه الصغير ده هيخليه جرب الصداقة هيخليه جرب المسئولية هيخليه جرب الأمانة ويبقى العلاقة علاقة من نوع خاص فيحس إيه ده؟ ده أنا داخل مع الطفل الصغير ده في علاقة خاصة جداً أنا سنده أنا حاسس بإن أنا سنده وحاسس إن أنا باعده للمحبة وأنا كمان بحبه من غير ما انتظر منه حاجة ويكون ده سبب إنه يدوء جمال الرعاية إنه يكون راعي لأخوه أو أخته في مستقبلهم وفي حضرهم ويبقى ساعات بينبه الأب والأمة على حاجات خطر ممكن تحصل لهم أو ينبه إنه هو يبقى جزء ثالث فرد ثالث بيربي معهم أخوه الجديد اشتركوا في القناة